السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله يربي تكونوا بالبخير وصحة وسلامة حبيت اليوم اقدم لكم وصفة جدا طيبة ومميزة قطع الدجاج المقرمشة بالصوص هذه طبعا من الوصفات او الوجبات اللي تنبع بالمطاعم اكلة هواية حلوة ومرتبة تنفع للعاشة وتنفع للغداء فغليل نشوف بالبداية طريقة تتفيه للدجاج هنا احتاج ليمون احتاج روبة شوي خففتها بمي ايش سويتها يعني مو تصير ثخينة وسنين ثوم وهنا عندي قطع الدجاج طبعا افخاذ وشي اللي تمنع دها العظم تقدروا ان تستخدمون اي قطع الدجاج بال يعني افخاذ او صدر او اجنحة همين الترهم هنا من بعد ما قطعتهم قطع هايش يصير شون مكعبات وخليت عليهم الروبة رح اعصر عليهم الليمون تقريبا عصير ليمونة كاملة بما انه لحم الافخاذ يصير بشحم شلت من عنده شحم ما نحتاجه رشة ملح فلفل اسود وهنا عدنا ثوم يعمن برشة او انهرسة او انقطعها قطع هايش صغيرة ينطيها في ادنكة هواية طيبة بهذه التدفيلة وطبعا رح تشوفون تصير الوصفة تنقسم يعني قسمين هذا الدجاج رح نسويه مقرمش والسوس الحام فحتى لو اخدتوا هذه طريقة الدجاج المقرمش بدون ما نستخدم بيض بدون ما نستخدم البريد المطحون او البقصمات طريقة جدا ناجحة هنا تقريبا كوب ونص من الطحين خليت علي رشة ملح ورشة بابريكا ورشة من الزنجبيل المطحون يعني مقدار ملعقة استكانه شي صغيرة وهنا عدنا ايضا الثوم البودر والفلفل اسود نبدي نخلطها بشكل جيد هنا رح بدي اخلي هذي قطع الدجاج بشقد ما تخمروها تصير اطيب هنا خمرتها تقريبا ثلاث ساعات اذا خليتوها من الليل للصبح تطلع فدنكها هواي طيبة بها ورح اغطسها بهذا الطحين وشيلها على جهة نحضرها للقلي حضرت النار يعني خليتها نار تقريبا وسط حتى ما تتحمر بسرعة القطع وبعدين تصير نية من الداخل فالنار تبقى وسط من البداية للنهاية او اقل شوي من الوسط حتى نسيطر على اللون ونسيطر على استواء هذي الطريقة هواي ناجحة تقدرون يعني هيت يساونها شون السندويشات همينة ترهم يعني كفكرة ثانية خليتها بجدر شوي عميق خليتها بجدر شوي عميق خليتها بجدر شوي عميق يعني حتى نسيطر على اللون والاستواء نفس الوقت ونقلبها بين فترة وفترة حتى ما تاخذ اللون الذهبي هذا هو اللون ومستوية طبعا تماما من الداخل كل ما تقعد اللحم بالتتبيلة كل ما يستوي يعني اسرع لذلك خففت الروبول او اللبن الرائد حتى بدون ما نستخدم بعدين بيض وبدون ما نستخدم اضافة ثانية فنسويها خفيفة وبعدين بس نخليها بالطحين يكفي تطلعوا ايانا مقرمشة هنا بالنسبة للصوص نحتاج سنية من الثوم قليل من البصل وهنا يا اما نستخدم الشيرة او القطر او العسل شون متوفر عدكم ارهم انا مجربته بالحالتين هنا اخذت السوس العراقي او السوس العراقي بدينا الكتب وهنا احتاج السمسم ملعق الطعام وقليل من المعجون ملط الطماطا والسوية سوس والفلف الاسود خليت قليل من زيت بالطاول نحن نسوي السوس هذا اللي يصير لماء وحامض بنفس الوقت وهوايا طيب اخلي البصل بالبداية بصل يعني كشي جدا قليل وبعدين اخلي الثوم وهنا نصم العق الطعام من المعجون الطماطا وهنا عدنا الصاص العراقي بديلة الكتب اذا ما متوفر عدكم نبدي نحمس لحد ما يضاير لونه نخلي الفلفل الاسود وهنا راح نخلي الصايا الصاص من طيبة فدنكها هوايا طيبة ونخلي ايها اما العسل او القطر ملعق الطعام مليامي حتى يصير بي لمعة ويصير هوايا حلو طبعا الحلاوة ما راح تبين سواء عسل او الشيرة ما راح تبين لان عدنا هوايا توابل بالموضوع فما راح يبين الحلاوة واضح نبدي نغلف قطع الدجاج المقرمشة بالصوص طبعا يكون ثخين ما راح يؤثر عليها ويخليها طرية مثل ما شوفون يعني يا دوب تتقدم مع الرز او مع الصمون مارت البورغر شون ما تحبون تقدموها نخلي عليها السمسم هذه قطع صغيرة من الكرات وهذا يكون شكلها النهائي اتمنى تعجبكم وصفة جدا مميزة اتمنى تجربوها لعائلتكم للضيوف هوايا طيبة ياريت الاشتراك بقناتنا الاولى شايم هي والثانية شناشيل حتى ان شاء الله توصلكم كل الوصفات الجديدة وان شاء الله بقناتنا شبابيك راح ننزل وصفات سريعة وبسيطة اكيد ما راح تبخلون علينا باللايك ياريت مشاركة هذا الفيديو بيننا اصدقاء في امان الله حبايبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة